نتكلم شوية على العراق ويبدو للأسف أنه في أزمة سياسية كبيرة بتلوح في الأفق في العراق بسبب الانتخابات التشريعية النهاردة قررت المحكمة الاتحادية العراقية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد يوم 12-5-2018 إن شاء الله الحكم جه في الوقت اللي فشل فيه البرلمان العرائي إمبارح للمرة التانية في حسم موعد إجراء الانتخابات بعد انسحاب كتلة تحالف القوى وكتلتي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكرديتين من الجلسة أزمة كمجرة العادة للأسف الشديد في العراق من المفترض إنه بكرة بإذن الله يعقد البرلمان جلسة لتحديد المعادة النهائية للانتخابات النهاردة أعلن رئيس البرلمان العراقي سيد سليم الجبوري إنه موعد الانتخابات المحدد في القانون أصبح ملزما بعد رد المحكمة الاتحادية وبالمناسبة إنه بالرغم من إنه قرار المحكمة الاتحادية هو واجب التطبيق والتنفيذ وغير قابل للطعن عليه إلا إنه يجب أن يصادق عليه من قبل البرلمان العراقي تحديدا معادل انتخابات طيب المشكلة في الأساس هي إنه القوى السنية في العراق عندها رغبة في تأجيل الانتخابات لمدة سنة ليه؟ قالوا يا جماعة إحنا من حقنا نضمن عودة حوالي 3 مليون نازح إلى مناطقهم في المحافظات ذات الغالبية السنية كويس؟ ده بقى في نيناء وصلاح الدين والأنبار وديالي طيب ده اللي بيدفع القوى السنية للتأجيل خوفا على تمثيلهم في البرلمان والحكومة على الجانب التاني نجد إنه رئيس الوزراء العراقي سيتحضر العبادي بيؤكد إن حكومته ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها أما نائب رئيس الجمهورية العراقية سيد نور الملك فشايف إنه تأجيل الانتخابات التشريعية هيدخل العراق في أزمة سياسية تاني للأسف الشديد ونجد أيضا إنه طيار الحكمة العراقي واللي بيقوده سيد عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني وهو تجمع من الأحزاب السياسية الشيعية إذا صح التعبير أو كما يحب أن يطلق عليها البعض بتعد أكبر كتلة نيابية بيعلن هو الآخر رفضه لمطلب الكتلة السنية بتأجيل الانتخابات تخبت?